واجع الديسك وتمرينة واحدة حركة واحدة بدي اعطيكم اياها تعملوها مع ثلاث تعديلات ثلاث تليم الكل لانه اكتريت مشاكل الديسك هي بالل 4 L5 S1 بيهوت ديسكن البان هالفقرات 95 ملمين من الحالات من هونيك بتطلع وبتظهر لانه في انقراس بالفقرات على هالشكل يعني الانسان بيقعد بطريقة غلط بيستعمل او وضعية قامته غلط عم تكون عم تضغط على هالفقرات بهالشكل فبيطلع الديسك وبيضرب بالعصب وهالعصب بيصير يجعنا بينزل الوجع على اجرنا على الصاق من تحت واذا عملنا هالحركة رح نبلش نحس انه الوجع رح يخف تدريجيا يطلع شوية 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 ليوصل الاجر من قدام شوية شوية بيوصل للظهر من تحت بس يوصل على الظهر من تحت شوية شوية بيصير يخف وبيروح الوجع فيه ناس بتاخد معهم شهر شهرين او ثلاثة المهم ما نستسلم ونضلنا نجلري كيف نعرف انه عم تحسن الجسم بكل بساطة هو رح يقلنا بصير نحس انه الاوجاع عم تخف عم تخف عم تخف وتدريجيا من لاقيها راحت وباول حركة بكل بساطة من نام على بطننا كتير هيني الحركة مجرد ما نمنى هيك رح نسمح لديسك اللي بين الفقرات انه يرتاح ويبعده الفقرات عن بعضهم شوية ويخف الضغط عليه وشوية شوية بيصير يفوت كيف نعرف انه عم تحسن بيصير الوجع ينحصر شوية شوية ويرجع من الاجر من تحت اذا كان يواصل عاجر الى تحت شوية شوية على الفخد وشوية شوية بيطلع على الظهر واخر شي بيوصل على الظهر من المال التحت هلا في عندي اوقات بيكون الان كراس عفرد مال وطالع ديسك عفرد مال بنكون عم نمشي بشكل الالوأ بدي اطلب منكم ساعتا نعمل البانانا شايب يعني من نام بنقرب اجرينا لقدام وبنبرم بطريقة معكوفة شوية بيصير ظهرنا مقوس شوية صغيرة بصير عندي قوس صغير من هون او من تاني مال اذا الانكراس صاير من من المال التاني كمانا من رخة ديسك بهالشكل وفي ناس كتير بيرتاحوا على بهالشكل يعني اجري ان الاجريتان بيعلوها كمانا بيحسوا حال ونرتاحوا المطلوب منكم انكم تجربوا اي حركة من الحركات رح تفيدكن اكتر من غيرها هيك بتعرفوا اي حركة رح تفيدكن زيادة وتركزوا عليها تشوي شوي يخف الوجع ويتراجع ويبطل عنا مشاكل وانجو يوردي سيكي